ما أنواع القراءة المختلفة؟ يمكن أن نقسم أنواع القراءة من حيث الأداء إلى قسمين، القراءة الصامتة والقراءة الجهرية، أما من حيث الهدف، فيمكن تقسيم القراءة إلى القراءة للدراسة والقراءة للاستمتاع. هذه الأنواع بشكل عام هي الأقسام الرئيسية التي يمكن أن نصنف إليها الممارسات القرائية للطلاب في مراحل التعليم العام، وإلا فهناك تقسيمات وتصنيفات عديدة للقراءة، ولكننا نتوقف أمام التقسيم الماثل أمامنا، الذي تراه على الشاشة. إذا أخذنا القراءة من حيث الأداء، نجد أن لدينا، كما هو واضح أمامك، أولاً القراءة الصامتة، ثانياً القراءة الجهرية. القراءة الصامتة تشير إلى القراءة التي يحصل فيها القارئ على الأفكار والمعاني من الرموز المكتوبة دون الاستعانة بالرموز المنطوقة، ودون تحريك الشفتين، أي أن البصر والعقل هما العنصران الفاعلان في القراءة الصامتة، ولذلك يمكن أن تسميها أنت القراءة البصري، القراءة الصامتة أو القراءة البصرية أسرع من القراءة الجهرية، وأفضل من حيث الفهم والاستيعاب، وهي تمكن القارئ من الإلمان بجزئيات الموضوع، كما أنها أكثر استعمالاً في الحياة اليومية من القراءة الجهرية. أما القراءة الجهرية، فهي القراءة التي ينطق القارئ خلالها بالمفردات والجمل المكتوبة، ينطق بها نطقاً صحيحاً من مخارجها السليمة، ينطق بها نطقاً مضبوطاً في حركاتها، مسموعاً في أدائه لها، معبراً عن المعاني التي تتضمنها. إذن القراءة من حيث الأداء، إما أن تكون صامتة، وإما أن تكون جهرية. القراءة الصامتة كما أشرنا، أفضل من حيث الفهم، وأكثر استعمالاً في الحياة اليومية من القراءة الجهرية. فمثلاً، وجد أن الإنسان يستعمل القراءة الصامتة في حياته بنسبة 95%، وخمسة في المية فقط يستخدم فيها القراءة الجهرية. لذلك القراءة الصامتة مهمة، لأنها تكسب الطالب معرفة لغوية، وتعوده السرعة في القراءة والفه، وتنشط خياله وتغذيه، كما أنها تقوي دقة الملاحظة لديه، وتعوده على أن يستمتع بما يقرأ، ويستفيد منه في الوقت نفسه. أما القراءة الجهرية، وفق التعريف الذي قلناه منذ قليل، فلها مواقف تستخدم فيها. هل يمكنك أن تتخيل أو تتذكر المواقف التي تستخدم أنت فيها القراءة الجهرية؟ نحن نستخدم القراءة الجهرية مثلاً لكي نقرأ المواد الدراسية في غرفة الصف، لكي نقرأ الأخبار والموضوعات المختلفة في الصحف، في إلقاء الخطب، المحاضرات بأنواعها، اللقاءات الأدبية الشعرية أو النثري. والحقيقة أن القراءة الجهرية أيضاً ذات أهمية، لأنها تسمح للتلميذ أن يتدرب على إيجادة النطق عند القراءة. القراءة الجهرية تكشف أيضاً عن عيوب النطق وتعالجها، كما أنها تشجع القراء الذين يهابون الحديث أمام الناس، وفيها تدريب على الإلقاء الجيد في الشعر والنثر. كما أن القراءة الجهرية الجيدة طريق ممتاز للتأثير في السامعين لإقناعهم بأفكار معينة. ولذلك في مواقف التدريب على القراءة الجهرية، يكون الهدف تدريب الطلاب على جودة النطق بضبط مخارج الحروف، وتعويض الطلاب على صحة الأداء بمراعاة علامات الترقيم، ومحاولة تصوير اللهجة للحالات الانفعالية المختلفة من تعجب أو استفهام أو غضب، مع تنويع الصوت ارتفاعا وانخفاضا حسب المعنى، كما يتعود الطلاب في مواقف القراءة الجهرية أن يقرأوا بسرعة معقولة، كما أنها تكسب الطلاب الجرأة الأدبية وتنمي قدرتهم على مواجهة الجمهور. أما القراءة من حيث الهدف فتشمل القراءة للدراسة والقراءة للاستمتاع. أريد أن أسألك، ما المقصود بالقراءة للدراسة؟ نعم، يعني حاول أن تتخيل هذا المفهوم، ماذا نعني بكلمة القراءة للدراسة؟ كما يظهر من اسمها، هي قراءة ترمي إلى تحصيل المعرفة والحقائق، واستظهرها وحفظها، معنى ذلك أنها قراءة لضية تعتمد على التكرار والإعادة. هذه القراءة أنت تستخدم كما يستخدمها كل طالب أو تلميذ في كل مراحل التعليم. هذا النوع من القراءة للدراسة تقل في درجة الفهم وتزيد في درجة الحفظ، وهي تعتمد على شيء أساسي وهو أن يكون القراءة على دراية بالمفردات. وإذا واجهته كلمة صعبة فإنه يستخدم السياق لتحديد معنى هذه الكلمة. ولذلك فالقراءة للدراسة والتحصيل يكون هم القارئ فيها هو الحفظ والاستظهار. القراءة للدراسة كما نرى يقابلها نوع آخر أمامك على الشاشة هو القراءة للاستمتاع. القراءة للاستمتاع أو القراءة للطرفيه. هذه القراءة يلجأ إليها القارئ عندما يطالع قصة قصيرة أو قصيدة من الشعر أو رواية من الأدب أو مقال متميز. لكي يروح القارئ بهذه المواد عن نفسه يشعر بالمتعة والاستمتاع. القراءة للاستمتاع إذن وسيلة من وسائل إدخال البهجة والسرور إلى نفس القارئ. نحن نميل إلى ممارسة هذه القراءة في أوقات الفراغ وفي أثناء الصفر الطويل. فهي قراءة حرة يمارسها الإنسان للاستمتاع بالأفكار وللتواصل مع الأفكار المتاحة أمامهم.